السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنشرح انه كيف تحمي قناتك من السرقة او ايميلك الجوجل الجميل من السرقة. او حتى اذا نسرق تقدر تسترجع مرة ثانية. نبلش اول اشي نفوت على الجوجل اذا كان الهتف الخلوي اه الصفحة هاي طبعا بنكتب اذا مش نبينها الصفحة بنكتب جوجل كروم بتفتح لنا الصفحة هاي بنفوت على حسابنا ادارة حساباتك على الجوجل اذا كان معك اكثر من حساب بنفوت على كلمة هسا في عندك مبيان الصفحة الرئيسية المعلومات الشخصية البيانات والتخصيص الامان بنفوت على الامان بطلعنا نفسها الصفحة اللي انت شايفينها هسا في عندك تامين حسابك في تسجيل الدخول الى جوجل التحقق بخطوتين هس بتحكوا انتو يعني تحقق بخطوتين هاي سهلة يعني عامل فيديو عشان ان تحكي لنا التحقق بخطوتين لا لنهاية الفيديو بتعرف اه شو الميزة او الشغل المميزة اللي انت بتقدر تحمي قناتك من السرقة او انه بتقدر تسترجعها اذا لا سمح الله انه انت سرقت بتفوت على التحقق بخطوتين طبعا هو هان مكتوب غير مفاعل انا حطيت الرمز اه للحساب الثاني عشان ابين الكوباس بتعمل البدء بتدخل كلمة السر طبعا اللي قاعت الايميل مرة ثانية حتى لو كان مفاتح عندك على التلفون بتدخل كلمة السر مرة ثانية طبعا بتدخل رقم تلفون البدء اللي انت فيها بدك تحط رسالة نصية ومكلمة هاتفية طبعا يستفضل انك تحط الرسالة النصية احسن التالي لازم عشان يتحققوا من رقم الهاتف بتاعتك اتصلك مسيج على خطك على الشريحة اللي انت حطه عشان يتأكد ان الرقم يصير مسجل عائمي لك الرقم هذا نفسه معلش بنستني شوي عشان تصل الرسالة او يرجع عادة ارسال الرسالة اوكي الثاني هس وصلت الرسالة من دخلها ستة واحد اربعة واحد اربعة ستة بيعطي نجال التحقق نجحت هل ترغب في تشغيل التحقق بخطوطين بنعمل تفعيل هس صارت نفعل رقم التلفون هس ركز ركز شوي بيعطيك هان الرموز الاحتياطية تتيح لك رموز المرور القابلة للطباعة والمستخدمة لمرة واحدة فقط هي مستخدمة يعني تستخدمها مرة واحدة اذا لا سمح الله انه انسرق لميل في قناة فيها اكثر من المليون مشترك انسرقت بهاي الطريقة الوحيدة قدر استرجعها صاحبها بنعمل الاعداد هسا بعمل هاي كلهم لازم تعمل لهم نسخ طبعا او تطبعهم طباعة او تعمل لهم تنزيل مثلا هاي تنزيل بنزل لك يوم هاي صار نازل الملف تكست اوكي خلاص هاي صارت محفوظة الارقام اوكي نرجع في رسائل كبعد ذلك مطالبة بتقدر تعمل هاتف احتياط رقم تلفون احتياطي بحال انه مثلا ضاع رقم تلفونك اوكي اذا في اه داخل ايميلك باي حساب ثاني او باي تلفون ثاني بتقدر تعمل لي بطال بتزيله اوكي هسا هيك صار معانا انه مفاعل ومستحيل انه ينسرق بحال انه لا سمح الله ان نسرق هاي الرموز موجودة بتقدر تسترجعها هيك وصلنا الى اخر الفيديو كل الشكر والاحترام لكم السلام عليكم ورحمة الله